مؤسسة عمومية ورائية نشأت في 2009 هي ترفع الى نفايات المنزلية وترسكلها نعم وما ذو كان عندهم نقطة الفرز نعم على كل حال احنا كانوا هذه النقطة احنا طلبونا في بيت براقي باش نديروها وحنا رفضناها كمجلس ما كدبش عليك عندي فرسكو الاه انت كدير هذي النقطة الفرز ورسكلت نفايات المنزلية البلاستيك كارتون سجاج فهمت احنا براقي عنا دينا بضو رقم واحد براقي جاي منخافضة برطول بلديات تنين تلاثة رح يجيبك 29 بلدية حطها لكتم فهمت قاعدة يجيبون نفاي على هذيك احنا خرجنا دينامو هكذا استي سليمان خرجنا دينامو مع الولاية وقايتك جاءت الوال سليبة وهذيك المنطقة دي جاء كي ما يقولك الناس سيخسر عليها دراهم الوقتها الحراش وهذيك شو الصابلات رح تولي بإذن الله انت جيب تديرت امك وزين تاع رسكالة وتاع فرز يعني المشكل في انه اذا كان هذي المؤسسة جابت هذي الوزين رح يكون بالنسبة للعاصمة كامل في منطقة واحدة مش العاصمة كامل 29 بلدية تاعنا جرس رقية رح يجيبوها قاعدة مك وحنا انا قلت لك احنا عنا مشكلة تعلينا بضو احنا بالرقي مشهورة بالوياع المائي هذا نعم وقلت لك منخافضة تانيك بالرقي منخافضة كتشوف تطلع فوقها في العاصمة تشوف بالرقي صحيح نعم اه منخافضة ايبو يعني اذا يلوث المياه الجو في اياه حتى الجو يلوته فهمت غدو ما غدو يلوت لك الجو وحنا كيموك المنطقة مشهورة بالحساسية بره بوقايتي على هذه حنا كمجلس كي خرجة دير يامو مع الولاي رفضنا وديرت تقريرنا قدمت الولي المتعدبة لكلها بل لنرفض مثل هذا المنشآت اللي يدخل عندي في البلد البراغي موسيقى